موسيقى 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 بدي وجه تحية لسيمون باخوس أول شيء لسهير هي بتعرف حالها اللي هي كانت الوحلة بالميك أب باليوم وقاللهم شكراً كتير على هيداً لك وبدأ لك أهلا وسهلا فيك دكتور وشكرا دايما على الأمور الهيكية الإيجابية اللي بتحملنا إياها مع خصوصة أنه عن جد منتعب من كتر ما بنسمع حوالينا ناس عم بيجعون إن كان ضهرون إيديون كتافون رأبتون يعني أنت وفيت أكبر مثال على قديش عن جد على سترس كل الناس عم تنوجيه على الضغوطات الحياة كل الناس بدأ لها موجوعة على الأعدات الغلط أكيد الأعدة بالبيت البوست كورونا الأشخاص اللي كانوا عن جد كل الوقت عم يشتغلوا من البيت على الأرديناتور أو على الحسوق الكمبيوتر كله هيدا عم بخلينا عن جد وين ما نكون موجودين مع عالم موجوعين وانت بدأ لك تقول ما بدك ناس تكون موجوعة وبدون إدوية هيدا الحلو يعني العلاج اللي انت بتعمله أهم شي ما عنده سايد إفاكت مزبوط لا للمعدة ولا للكبد ولا على الكلاوي وهيدا أكيد وعم نحل المشكلة أحلى شغلة صحيح ميل هي كلمة عمود شجرة الحياة يعني شجرة هي معنى فلسفة في ناس كتير بفوتوبيت بأمور فلسفية بس كمان العمود الفقري هو شجرة الحياة الحياة ما نحن لا لأن العمود الفقري هو موجود لها سبابين بالجسم أول شغل هو شسي أو شجرة حاملة الجسم المستقيم بالوقت ذاته العمود الفقري هو فيه التجويف بالفقرات بيمرون جواته النخاع الشوكي يعني منه يتوزعوا كل العصاب ليغزوا الجسم وليتواصلوا بين هودا العضاء والدماغ سوزا نشبه الشجرة بالجسم العمود الفقري والشجرة والتمر طبعه هو الروت والفرع الشجرة أغسانشار هن العصاب اليوم إذا لدينا أي مشكلة بالعمود الفقري مشكلة ميكانيكية إذا فقرات ضغطة على الثاني على الديسك أو زيحة أو برمي رح تضغط على هذا العصاب وهذا العصاب اللي بيغزي وبتواصل مع أي عضو بالجسم أي أورجن إذا كيف يضغط على هذا العصاب معتها فيه الكميونيكيشن بين هالعضو والدماغ رح تكون ضعيفة وبالتالي رح تكون الفنكشن طبعه ضعيف الدماغ هو يلي بيبعط الأوامر للجسم كله يعلمنا يعني مش معنا بيأمرنا كيف نتنفس كيف ناكل كيف نشغل المعدة كيف نشوف العين ما بتأشغل العين بتأخذ المسيج وتبعتها بواسط العصاب لدماغ دماغ بيحلل ودماغ بيشوف مش العين كل أعضاء الجسم بتواصلوا بواسط الجهاز العصبي كثير مهم وكثير أساسي أن العمود الفقرية يكون عندنا سليم حتى يكون صحاتنا سليمة نحن عم نحكي بدماني ومس مجواجع الظهر وواجع رائبي والديس بس لا هو أكبر من هيك بكثير يعني كل جسم بحاجة للعصاب تكون عم يتواصل بشكل سليم وصحي وقوي حتى نقدر نشغله هذا الموضوع اللي هنحكي عنه اليوم وقدي تأثيره على الصحة وقدي في ناس صلى سنين ما يبتأخذ دواء كي من المشاكل الداخلية أنت بصحه لا مع بصحه أغلب مشاكل ما فيه كومنيكيشن مضبوطة ما فيه تتصال تواصل مضبوط بين هذا العضو ودماغ يلي بيمرق بواسط العصب بواسط النخاء الشوكي يلي هو مرق من المرفقة دكتور أبو الدهن رح نبالش نشوف سوى الصور ونعليق عليهم قبل ما يبغتنا الوقت صح بس ليه في أشخاص معراضين أكتر من أشخاص يعني منشوف شخصين تنينيتهم مثلا ما بيعملوا صبار أو تنينيتهم بيعملوا صبار تنينيتهم بنفس الوزن نفس البنية فيه عام الوراثي أو شي بأسر لك كون هيدا الشخص معراض أكتر لكون عن جد كل حياته موجودة أكتر شي ما هو متبلشت حاضرتك هو اللايف ستايل كيف نحن نتعامل مع جسنا كيف نحن نتعامل سبعين إلى ثمانين من المئين مشاكلنا هي نتيجة الاستعمال الخاطر للجسم إذا استعمالنا جسم الطريقة غلط من كون نحن نأسر هايدا الشورة الرمضية العمود الفقري هو شجرة الحياة هذا هي معبرة الصورة لأنه إذا بالصورة التانية منشوف كيف شو بنعني فيها في مقولة رائعة على أبو كرات أبو كرات يلي هو أبو الطب يلي يقول لك أنه تشوفوا مشاكل الجسم كله تكون جاي من وراء العمود الفقري لأنه هذا الأساس نشوف السورة الوراها طلع مايلي عم نحكي عنه هادا السورة بتفرجيك وكل أعضاء الجسم بتتواصل بسط الأعصاب هود شي فيه من الصفر يلي بيمروج واسط الحمود الفقري لدماغ والدماغ يلي بيشغلون سو نحن هذا المبدأ أنه العمود الفقري وشجرة الحياة لان كل أعضاء الجسم يتواصلوا بسط العصاب كمثل أغصان الشجرة يفوتوا بالمعلومات ويتواصلوا معجز كلمة لهكي العمود الفقري كتير مهم هلا رح نحضر فيديو ونشوف بالضبط شو عباني أنا فيه منعلي عليها على السريع كمان لأنه كتير مهم أنه النفط ناخد فقرة أنه العمود الفقري ومش بس ديسك يعني كل فقرة هي موصولة يمرؤ من مثلا إذا ناخد أول فقرة تحت الدماغ هذا العصب يصل لدماغ إذا أنا مشكلة بهذا الفقرة أو في ضغط العصب بأثر على الدماغ بس أنا مشاكل الدماغ لأنه هذا التواصل بتبلش من أول فقرة إلى تحت الجسم ومش بيضغري كل فقرة بينما فقرة وفقرة في الديسك والديسك هو عبارة عن عن مادة جيلاتينية وورا بيمرؤ العصب والعصب يلي بينه المعلومات إذا من ننزل للسيتيو مثلا هاي السيتيو اللي هي كمان العصب العين إذا لدينا مشكلة بهذا المنطب بتأثيرها العين إذا واحد نو مشكلة بهذا المنطب بتأثيرها العين بتكون عنده تغبيش بالعينين بتكون نظره خفيف بيضحص عيونه ما بقون شيء بس الموضوع هي التواصل بين العين ودماغ أوكي حتى سنين نبكينيك أنا عم نفرج بذل بهذا الفيديو إنه كل فقرة فيه وراها عصب وهذا العصب يوصل للجسم بالدماغ وفيه أحيان بيكون أكثر من عضو كلهم هذي بتفاعلوا مع حسب من سبيل ميسا الله عدم استقامة العمودة الفقرية يدافعنا مشاكل محدد ترفيه المنخار الجوب الأنفية هانتنا السيفور هي أكثر الناس عندهم مشاكل بجوب الأنفية تلاقي الناس خمسة عشر سنة بتأخذ دواء عشرين سنة بتأخذ دواء أنت بصح مشكلة مش من ندواء معبح المشكلة من مشكلة دواء بيسك المشكلة بس في عنا مشكلة غلط يعني فيه ما فيه تواصل جيد وهذا الشيء نحنا عم ندواء عليه حتى الناس اللي بيصير عندهم مشاكل بيظل هي التهبات اللوات طب إذا فيه التهب مفروض يخشي في التهب لا يبضلوا يتكرر لا يبضلوا موجود عطول لأنه كمان عنا مشكلة بالرقبة وهذه المشكلة بالرقبة الوجع على الرأس التعصيم التلنام كل هذه العوارد تجي اللي شفناها كل هذه العضاء بتأثروا بالمشكلة الموجودة أو الضغط الموجودة على الرقبة وهذه حتى مثلا بالفقرة السابعة فعنا العصب هي غزة الغد الغد اللي هي هذه تأثر كثير على النمو وتأثر على الشعر وتأثر على مشاكل كثير تضخم بالغد أحيانا مرعي الناس عند الدقة قلب سريعة الناس اللي بتنفسوا بغلط يعني هاودي اليوم كثير عم بصيروا مع بوست كورونات مثل قلتي كمان هاودي الفقرات اللي فوق إن أول كتاف تحت الراس دغري هاودي كثير الناس بتعيني منا دقيقات قلبي سريعة النفسي بتقطع لأنه كمان التواصل بين هاودي الأعضاء ودماء كله بتأثر نتيجة مشكلة وهي دي منطقة كثير محساسية اللي مكونوا عندهم مشاكل بكتافوا لشان نجيين بحس بوجع الراس والتعصيب بحس كمان ديء النفس ودقيقات القلب السريعة ونتبه هادي كلها بتنحال يعني هادي كل الأمور تنحال لما ينشال الضغط وتحسن السيفي كومنيكيشن أو اتصال أفضل بين هاودي الأعضاء والدماء كما لايكنا عام نحكي أنه العمود الفقرية هو شي كتير مهم أن يكون مستقيم وعنجا دماء يعني ليبر ما بيصدق كل كل عضو بالجسم بسير يعني رح تفاجأ مثلا بس نوصل في أعضاء تانية اللي نحن عم نلاقيه لأنه هادي فيها مشاكل مزمنة عبتن حالنا يعني ما يبيجو الناس لعننا مش مجرد الرأبة بس هادي مشاكل موجودة شفتيها عبتتحسن من وراء علاج الرأبة نفسي كيف لأنه كله يلحق بعضه كما لايكنا لازم نكون كتير حارسين كيف نتعمل مع العمود فقري أو جسمنا كيف نريحه ما نتعبه ما نحمله أو زين ما نقعد عادة طويلة ندايقه لأنه هادي كله بتأسير حتى المعدة الناس عندها مشاكل بالمعدة الناس عندها نفخات الناس عندها عملية عصر والهضم وهضم عنه جزبوت لانه كمان هذا العصب اللي بيجي مبند فقرة السيتي بالتوراسيك هو يشغل يوصل المعلومات لدماء البنكرياس الناس اللي عندها سكرة كمان معقول كتير كتير نكون هنا مشكلة التواصل ما فيه تواصل جيد بين البنكرياس ودماء ساعة تبطل فرز الإنسولين مظبوط ما هو لازم لأن هذا العضو ما بياخد معلومات مظبوطة من الدماء ما تواصل معه سوى متأثر على طبعه وبالتالي راح توصل لمشاكل بالإنسولين وفرز الإنسولين بالجسم معقول كتير كنت سكري نتيجة عدم تواصل هذا العضو بالدماء حتى حتى كيف يعني يعني نحطهم كلهم بعدنا ساعتين ما بنخلص عم جارب نفرج بس كم شغلة حتى المشاهد يعرف أنه قدامهم قدامهم أن العمود الفقري يكون بوضع جيد وما يكون هناك مشاكل لأنه كله بتأثر ومن هون يلعب الدور أنه نخفف الضغط عنه العمود الفقري حتى ما يكون هناك تواصل مثلا بين الأمعاد الرفيعة والمعدي وكل عضو هذا له شريط كهرباء نسميه وإذا هذا شريط كهرباء كان عليه ضغط أو ما عاب يشتغل المواصل معلومة مظبوط راح يتأثر لأنه دماغ ما بيعرف شو ما سيحدث بالجسم اللي بيعتمد على الانفرميشن اللي بتيجيه من هؤوذي الأورغنز بواسط الجهاز العصبي هو بيحلل وبيبعث الفنكشن إذا كانت ضعيفة راح يكون ضعيفة كل أعضاء الجسم كل الجسم كله بتواصل بواسط شبكة مواصلات رائعة جدا اللي هو الجهاز العصبي اللي بيجي من الجسم بيطلع على المتفقاء على النخاء الشوكي وبيمرو جواة الاسباين وهي دعبة هادي بشو أكتر غير بمأسل أدي معقول لك هذا الجسم بيتأثر بفقرة زيحة من محلة بفقرتين ضغطين على بعضهم بيالتوا عمود فقري بيضغط حتى العصبات إذا مشان نجيين العصبات بيضغطوا على العصب بيأثروا على على الكمنيكيشن هادي الفقرة اللي نحن نقول كتير مهم أن العمود الفقري يكون هو مرتاح يكون الأعصابي اللي مرأة منه مرتاحة بروستايت عند الرجال كمان بروستايت إذا بيضغط علىها هادي الغذي بتتضخم وبتعال مشاكل جلسنا كتير كتير كمبليكاتي بس كمان كتير هاي نتفاعل معه نتصرف معه كيف نريحه لأنه عنا سيستام رائع جدا بس علينا نحن نتبع له طيب دكتور يعني إذا هلأت هالأمور مرتبطة بالعمود الفقري الأشخاص اللي بيعالجوا العمود الفقري بيتخلصوا من هاي المشاكل بمجرد تخلصوا من الأوجاع اللي بتكونوا عم بعانوا منه مرتبطة بالعمود الفقري أكيد أكيد أنا بيجين كتير مرضى بجين مشاكل وجع ظهر ورقبة وكتاف وهن بعد فترة ما نبلش ناريش لأنه علاجنا بيشتغل على التقوية مرتبطة بالعمود الفقري هني بيقعدوا لك أن نحن بس بلشنا بالعلاج خاف عن المشاكل بطن روحت والد الأول لأنه كان في ضغط على بطن عصب المبولة حتى تنفس طبعاً سال أريح دقات القلب قدرت سريعة مثل كمان السياتيكي والأكثر مشكلة من العارض منها كل هذه الأمور من عالجنا نحنا بدون ما يخبرونا عن المرضى وهن يعني يحسوا ويعطونا الفيدباك أنه وقت ما راحت الجينة اللي عندك تحسنت الأمور وتغير إشياء كتير كل الجسم يرجع على الفونكشن تبعيته التبعية وفي شغل كتير كتير العصة الجديدة ما عم تصير معنا هي مثل ما ذكرت البوست كورونا يعني تبتلك الكورونا عم يأثر بشكل كتير مباشر على الرواية وعلى التنفس لاحظنا أنه بمساعدة الهلاج عم نستعمله في كتير ناس كانوا عندهم مشاكل تنفس بعد الكورونا بعد ما نشاهد الكورونا كتير ريحنا هون وكتير خففنا عنهم لأنه صار فيه كمان تواصل أفضل بين الدماغ وبين الرواية سنرجعوا لأن الترومة اللي صارت والصدمة الأكل هو الرواية بخلال فترة الكورونا أثرت عليهم وما رجعوا لطبيعتهم ما كانوا الأول سبترجى هذا العلاج لأنه العلاجنا بشتغل على تنشيط الجهاز العصبي يعني نسميه نيورولوجيكول بايو فيدباك يعني نشتغل نحفز الجهاز العصبي حتى يصير فيه تواصل أفضل بين العمود الفقهرية بين الأورجنز الأعضاء ودمغ سو هذا الحلاج برجع بيرجع بمشي بعمل ري إدوكيشن للنورفل سيستم بيصير فيه تواصل أفضل وبالتالي برجع بيتذكر هالعضو اللي كان مش عبشتغل مظبوط نتيجة ترومة إصابة معينة اللي هي الكورونا عبروا يتعلم من أول جيل كيف راي تنفس أو راي يشتغل لأن الصدمة اللي أكلهم من الكورونا كتير الناس تعب نفسهم وبتضلوا نفسهم تعبين ونساعد كتير الناس من بعد الكورونا أنه يتنفسوا بشكل طبيعي مش نعمل نعلمه نعمل نشط التواصل بين هذا الأورجن والدماغ اللي هو العصب اللي يمره بالعمود الفقري واللي نسمع ناية شجرة الحياة نعم دكتور أبو الدهن عادة كل ما تأخر الشخص نحن بنعرف بالتشخيص وبداية العلاج كل ما تأخر أكيد أو طول علاجه بس أجمالا الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالعمود الفقري تقريبا كم جلسة بحاجة أنه يكونوا عم بيعاملهم مزبوط هلأ ما في كم جلسة في حاس شو الحالة طبع المريض الحالة أداء حالة المريض شو وضعه وضع العضلات عمره اللي فش صار شو بيعام بس يفل بعد ما يعمل الجلسة إذا عنده مش لبرادة يروح يشتغل على الكمبيوتر يكون أطول من غيره بس حدا يعني ما فيها ما نوعليش طويل علاجه هذا بحل مشكلة لأنه سير أنت تحسي بالتحسن جلسي ورد ثاني نحن من الثلاثة ما نستعمل دواء ما نستعمل جراحة ما نستعمل مانيبليش ما فيه طاقطة أو شاد ما فيه واجع أبدا ما فيه واجع أبدا ما فيه واجع أبدا بالضبط والحل كتير عن جد من أول جلسة كما قال الهدف من هذا العلاج كما حكينا كما حكينا بالتقرير نحن نرجع نعمل تواصل أقوى وأفضل بين الدماغ والأواعدة حتى الدماغ يشرع صلح حاله لأنه الجسم عنده قدرة هائلة جدا بنحكي الدماغ أنه يشفي جسمه بس أنا أعرف كيف نتعمل معه كمال هكي موضوع كامجالس يبدو حسب مريض بس أنا عم أشتغل تحسن ملحوظ من أول جلس سهلا إخر جلس هذا أهم شيء أهلا وسهلا فيك دكتور أبو الدهان إن شاء الله كل هيك إيمك تكون خالية من الأوجاع مثل ما أنت كمان بتخلينا إيمنا خالية من الأوجاع مرسي كتير مشاهدين على هون مشوارنا ببرامجه جديد بيكون وصل لختمه مني ومن إليه كل التمنيات والسلام والحب أنه يكون هيدا نهار هيك عم بكفة حلو إذا مبلش حلو ويصير حلو إذا مبلش مش هيك على طن كتير إجابة إن شاء الله يا رب أكيد من هلأ لنلاقيكم بكرة بتماما ساعة 8 ونص بمرنامجهم جديد سوملاء وأنا تكون كل أخباركم وصحتكم وكل الأشياء اللي هيك حواليكم إيجابية وعم تتحسن أهم ما شغلة ما نكون بقى عم نرجع لورا ما يكون اليأس وهيك السلبية عم بتحاول حياتنا من كل الميلات يا رب بدي ودعك وانو بدي عيد كل السيدات خاصة نقول بيوم المرأة العالمة إن شاء الله نكون عم نحصل على حقوقنا يلي هي مفروض نكون كنا حاصلين عليها من زمان كتير بس على أمل مع كل يوم جديد بكون عنا أمل جديد بأكيد فاصل أصير مشاهدينا وبيطلوا عليكم زملائنا باسم الأخبار مع برنامج حوار اليوم ثم لليوم أكيد البرنامج السياسي اللي بيكون عم بطلع عليكم كل يوم بتمام السا 11 ونص أنا بدي ودعكم على أمل تكونوا دايما بخير باي ترجمة نانسي قنقر